هكذا بدى المشهد هنا في منزل المواطن أحمد جرادات من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين بعد اكتحامه من قبل قوات الاحتلال ليلا إذ لم يتبقى شيء مكانه إلا وتركه الاحتلال محطما ومبعثرا تماما كأحلام العائلة التي ما زالت تعيش الصدمة بعد اعتقال ولديها غيث الله 17 عاما وعمر 20 عاما فاتوا فتشوا كسروا هنا وخربوا يعني بعد تقريبا أكثر من نصف ساعة أكثر والله هم جايبين كلاب والقوات انتشرت بالبيت بزيادة اطلعت الحكت جوزي الحكته بقول له مشان الله تخليني أشوف أولادي مشان الله تطمني عولادي كلهم جيبوا غيث هو يعني الضابط كلهم جيبوا غيث أما عمر مارضة ترجيته مشان الله خلينا أشوف عمر خلينا أودعك العمر لا غيث نادى عليه وحضنته وحضنته يعني غاية الطفل إنه 17 سنة يعني بهاي الكوات وهذا الجيش مرعبين وخيثيهن لكلاب هاي الطولة يعني متعرفش لبكيت دي أفتح كلبي وخبيه بي يعني من الخوف عليه الساعة ثانتين ونص بيكتحموا البيت بيكنا بالصوت وإحنا داخل البيت وطلعنا طبعا على الباب واللي أشوف يتطفوا واللي أشوف يساوي هي كاذا عجدوا أطفال عنا رعبتوهم فكانوا الجيش يسكت بهذا بالتالي طلع ابني عمر عمره عشرين سنة عمر نادوا عليه بشاف وشاب نادوا عليه ساول شي اسمه كلم عمر كلوان غيث كانوا جوا غيث الله أخوه عمره غيث الله عمره 17 سنة نادوا على غيث وبدوا يعملوا تحقيق ميداني قدامنا بالساحة يعني مشهد الخوف هذا عاشته أيضا عائلة خالي الفتيين عمر وغيث الأسير المحرر محمد يوسف جرادات واحد وستون عاما والذي لم يشفع له مرضه أمام بش الاحتلال وغطرسته حيث عجر اعتقاله بعد تفجير باب بيته وتحطيم أجزاء من محتوياته والأسير الفتى عمر متزوج منذ عام تقريبا يعمل برفقة شقيقه غيث الله على مساعدة والده وعالة أسرتهما المكونة من 11 فردان بين مترقة عربدات المستوطنين في الطرقات وعلى المواطنين الآمنين وسندان اكتحامات جيش الاحتلال للأحياء السكنية تكمن معاناة العائلات الفلسطينية معاناة عاشت فصولها عائلة جرادات التي ما زالت تجهل مصير أبنائها بعد اعتقالهم من بلدة السيلات الحارثية من نزال تلفزيون فلسطين جيني